اشتركوا في القناة 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 initiative اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا الباس اللي هو الخفاش الى بعض الحيوانات الانمال والى الانسان ولذلك يغير طبيعة الجينية واصبح شديد القوة يصيب الانسان بشكل مباشر ومشكلة هذا المرض هو الانتشار الكبير لهذا المرض لو اخذنا العدد الاصابات طبعا اصبح في الصين ومعروفة كل القصة الصين بس بالعالم اجمع لو نشوف التاكريت او عدد الاصابات بالعالم بدت من 174 الى ان وصلت الى خلال الاسابيع الى نمبر كبير جدا في يونايتي ستيت انا هلا عند جون هاكز وصلت في امريكا 1950 طبعا معلومات هذه احنا نقدمها من خلال الوايبس الموجودة كل المعلومات اللي نطرحها معلومات تفقيفية نرجو انه تتاكدوا من الاشياء مع البرائماري كارفزيشيين لان احنا امام امريكا بورد كل احنا وكل احنا ويبراكتس في ام دي اندرسين ويبراكتس في هيوستن بس مع ذلك احنا ننصح الجميع ان يعني يركزوا وعلى هذه المعلومات مع البرائماري كارفزيشيين اللينيار ما معناه الزيادة العددية تحين انه خلال اسابيع اذا يبقى الموضوع كهكذا رح يوصل الى الاف وثم ممكن ملايين الاصابة الصين يعني ديار كانوا جميع الممتازين بكينتين هذا الفيروس منعوا انتشار ايطاليا ما حاولت من البداية والان 13 مليون اذا اكثر من الناس هما يعني في حالة كارنتين يسمون وهذا يجب ان يكون دافع لكل الناس انه ياخذون الموضوع موضوع جدي مو موضوع سهل نعرف العراقيين مر عليهم مشاكل حروب تهديد كيمياء بس هذا التهديد تهديد قوي لانه خلال فترة انا اسف خذت وقت طويل بس خلال فترة ممكن ثلث العراقيين او اكثر من نص العراقيين او نص المجتمعات تصاب بهذا المرض المشكلة بهذا المرض مو بس اللي موتون عشرين بالمية من الناس اللي يصابون بهذا المرض يحتاجون دخول مستشفى واي سيو ومنسبة يعني اذا وصل العدد الى مليون او ثلاث ملايين نازل نحتاج عدد هائل من الاي سيو باد وهذا لا يمكن ان توفر اي دولة بالعالم والنتيجة وصلت لها ايطاليا يعني اشياء المهم قبل الاهم يحتاجون داما ياخذون الناس اللي او خمسين سنة ويتركونا بثمانين سنة انا اعمل في انبي اندرسن مع الدكتور النغم السبيدي باول مرة من الفين وثمانه الى الان ياخذوها بشكل صارم وسيريس القضية جدا سيريس لانه مو قضية سهلة ابلا هاي القضية مهمة مريد من خوفكم ومرير ايضا ايضا ريحكم حتى الناس تطلع خارج مدنها انا خارج بيوتها انا اترك الكلام الاطباء اللي هم مباشرة مع هذا المرض مع المرضى ليقطونا نبذة مركزة عن الموضوع وشكرا جزيلا شكرا عمر شكرا دكتور زيدا حاول انطي نبذة نبذة محتصرة عن المشاكل اللي تصير اللي متعلقة بكورونا فيروس بيزكرا احاول احكي عن المشاكل والكمليكيش اللي تصير بالجهاز التنفسي خل نبديش قد نسبتهم بالبداية نحكيش قد نسبت المرضى بكورونا فيروس اللي تصير عندهم احتمال انه تأدي الى تطلب دخول مستشفى ودخول للعناية المركز اللي لاي سيو ثمانين الى واح ثمانين بالمية من المرضى ان جنرال عادة انه صير عندهم مال ديزيز انه بس الاعراض مع الكمان كولد البرد بيزيكلي يصير عندهم قحة حرارة مرات ضيق نفس انتهاب المجال التنفسية نيجي مثل ما قال دكتور علي تقريبا اكو عشرين بالمية الاعراض تكون شوية اسوأ واكثر حدة حرارة مستمرة يبدي يصير عندهم ضيق نفس تطلب دخولهم من مستشفى من جوي شافوا من دولار عشرين بالمية تقريبا اقل من خمسة بالمية ديحتاجون دخول للعناية المركزة السبب ديصير بيزيكلي انه ديصير عندهم يطلب دخول للعناية المركزة يصير فشل حاد وكريتكال بالجهاز التنفسي لما شافوا القروب مع البيض اللي ديصير عندهم فشل بالجهاز التنفسي اغلبيتهم شافوهم بالعمار ستين الى سبعين سنة فما فوق وشافوا شنو من المرضى اللي عندهم ريسك انه يصير عندهم فشل بالجهاز التنفسي اغلبيتهم انه لقوا مرضى اغلبيتهم انه يصير حياتهم مثل مرضى عجز القلب المزمن مرضى والعدهم امراض مزمنة بالرئة مرضى السكر مرضى الضغط ومرضى الكنسر واكو حالات بس صارت اقل من واحد بالمية طلب الدخول للعناية المركزة للمرضى اللي هما ما ادهم اي مدكال ما ادهم مشاكل قبل بس همين صار ادهم الدزيز بري كريتكال احاول ابين شنو اللي يصير انه بالجهاز التنفسي دول المرضى دي صير ادهم نقص بالاوكسجين عجز حاد بالجهاز التنفسي لمن تابعوا هاي الكيسات دول المرضى انه بالصين بيطاليا بيوروب شافوا انه ده يبدي انه ميال سمتمس بالبداية مو مرض حاد خلال يوم او يومين تدهور حالتهم بشكل سريع الاوكسجين ماتهم يخفض المستوى تطلب انه تداخل ويتنفس صناعي وميكانيكال يحتاجون المرتاليتي او الحالات الوفاة ده صير بهذول المرضى بسبب فشل الجهاز التنفسي ده يصير عدهم يصير بيهم بالنهاية بعدين ويصير بيهم هبوط حاد بالدورة الدموية وبسبب هالهبوط الحاد بالدورة الدموية يبدي تصير الاعضاء الحيوية صاب بالفشل عشرة الى ثلاثين بالمئة من هادول المرضى دي صير عدهم فشل بالكلة نسبة قليلة من عدهم دي صير عدهم فشل بالكبد وسبب الوفاة بالنهاية دي صير بيلاعدهم انه عجز القلب يصير عدهم اكوت هارت فيليار شافه والسبب دي شوفون انه بالتحاليل الدم دي صير انزيمات القلب تتكون مرتفعة عدهم ويصير عدهم التهاب بالعضلة القلب يسمى ميوكارداتيس ويصير عدهم يسمى ميوكارداتيس تأدي الى الوصول للاساك لحالة كاردياكاريس والوفاة ما ارسك حب الضيف على المناجمنت في الاي سيئ دكتور علي اتفق مع الدكتور العزاوي باللي ديقول الالتهاب بالرقة هو السبب الرئيسي للمرضى ندخلون من المستشفى وهذا الالتهاب يحتاجون به للكميات الكبيرة من الاكسجين نبدأ أول شيء بالمتعودين عليه أنبوب التنفس بالأنف ونزيد نسبة الأكسجين وبعدين إذا لازال الأكسجين قليل والتنفس ضيق نحطهم على أجهزة على الوجه تدفع الهواء بشكل قوي أو الأنبوب إلى الرئى التنفس الاصطناعي وحتى بعض من هؤلاء المرضى حتى هذه لا ينفع مع أننا نعطيهم 100% أكسجين لازال الأكسجين عندهم قليل وقتها نلجأ إلى مثل تنظيف الدم في أمراض الكلية هناك تنظيف الدم لأمراض الرئى أن نأخذ الدم لبرا نحط به أكسجين نشيل من كابون داكسايد ونرجع للجسم اسمها إكمو المشكلة بكل هالشغلات اللي يحكينا عنها أنه أعداد هذه الأجهزة قليلة ومو من الأعداد اللي تستحمل الأعداد اللي دكتور العامري تكلم عنها ولذلك هي المشكلة الكبيرة وكما تعرفون أنه في المستشفيات والعنياء المركزة هناك أمراض من كل نوع وليس فقط أمراض رئى فإذا زاد الأعداد الأمراض الرئى لهذا السبب لسبب الكورونا حتى سوف تعمل ضغط شديد على الجهاز الطبي عموما أنه نستطيع أن نواجهه فأتوقف الآن إذا كان في عندك شكرا دكتور عم تشتداخل بالموضوع السلام عليكم الله إن شاء الله يشبه الجميع إلى مرضى والله يحميكم أولادكم وأهلكم من أي مكروح أعتقد بسبب هذه الظروف أنه فالشيء مهم أنه الوقاية خير من العلاج بما أنه الأخوة سيتحدثون عن العلاج بس بما أنه الوقاية أهم من العلاج أنا دائما نقول كل واحد يجي يحكي على أخسل إيدك لا تلزم حلقك لا تلزم خشمك لا تلزم عينك طبعا لأن السبب اللي شافوا بما أنه هذا الفيروس عبارة عن الدروبلت عن قطرات الرذاذ التتصد تنتقل من شخص إلى شخص آخر فلذلك لازم ناخذ كل أساليب الحماية أنه نخسل وجهنا ما نخلي إيدنا على وجهنا اللي هي الفم والأنف والعين اللي عند العين أيضا ميوكس ممبرين بي غشاء وهذا تسببت بحالات اللي ظهرت خلال المستشفى موجود جس عينها حمراء ومثل الصحل التهاب الجفن اللي نشوفها في بعض الحالات العادية أكو فأشياء مهمة لازم نكون أنه لازم أتليس أنه نكون متر واحد بين شخص آخر إذا خاصة إذا إذا أنه أحد يقح أو قللون التجمعات دي هذا يصيحوا الفتشي مهم اللي يصيحوا للسوشيال ديستنسين لأشياء المكانات اللي لازم من الناس يتمن يمتنعون عن هالجروب قادر اللي من واحد ينام عد أحد أو الكونسرت المال الواركاوت العراض اللي هي العراض اللي صير مثلا القحة والارتفاع الحرارة والضعف النفس أنه كل المستشفيات اللي يعدهم مختبرات يقدرون يسوون الفحوصات بس ممكن أنه تتصون بـ 9-1-1 اللي هي 9-1-1 وهم يقدرون يقولون لكم على وين أقرب مستشفى تروحوا لها الديكير والأرجن كير غير مزودين بهذه التحاليل والفحوصات فرجاء اللي تتواجهون لها لحيضيع قسم من الوقت سؤال ثاني وطرح إنه شنو الإنشورنس نحن نعرف هوايا من الجالية العراقية إنه غير مغطاة بالإنشورنس فالناس اللي يعدهم إنشورنس الإنشورنس will up to this point الديكتابل co-payment is waived by the diagnostic testing only so الإنشورنس approved إنه they waive إنه ما يأخذون لا co-payment ولا diagnostic cost بس not the treatment مو العلاج الشيء الثاني إنه الناس اللي ما عندهم إنشورنس اللي هما around 18% of the Texan إذا ما عندهم إنشورنس لسه ما نعرف إنه من اللي حيد فع الكو ما لل testing واعتقد أكو بعض الما اللي عرضت إنه تسوي هاي testing free ممكن إنه ناخذ اللي ونضيف ها على الweb site وبعد نهاية الندوة شكرا شكرا دكتورة نغم ننتقل إلى الدكتورة السيدانية ميادة من ناحية العلاج من ناحية العلاج بالبداية ما كو أي لقاح ضد الكورونا بيروس لحد الآن كلها دراسات عليها المبادات الحيوية غير فعالة لأنه التهاب بيروسي وليس التهاب بكتيري فالعلاج يتمحور إنه نعالج الأعراض الناتجة عنه مثلا إزاة الديهايدريشن لأنه من كثرة الحرارة حيفقد سوائل فلهذا يجب تعويض السوائل شرب الماء باستمرار ومعالجة ارتفاع درجة الحرارة ارتفاع درجات الحرارة باستعمال المتوفرة بعض الحالات تحتاج اوكسيجين والحالات اللي كلش قوية تحتاج إنه يدخلوها للمستشفى تحت الاسباريتر جهاز التنفس صح طبعا انت جاوبتي على سؤال الشخص هل فعلا تم التوصل إلى علاج خاص لمعالجة المرض أو التوصل إلى مصل يقل إصابة من المرض بنسبة كبيرة هي كنها ما زالت دراسات بعد ما متبتاء أكو هواية علاجات مثل اللي كان يستعمل الإيبولا الريمديسفير اللي هو كان بالإيبولا هذا بس سمحوا أنه يستعملوا الحالة واحدة كتجربية لقاح الكلوريكوين اللي هو الانتي ماليريو هذا همينا أوكي هو كلقاح سيب بس مو بالضرورة أنه يكون نافع دا يسوون تجارب عليه فكلها تحت التجارب لحد الآن بس إحنا نعالج الأشياء السريرية ونزيد مناعة الشخص مناعة الشخص الأكل الصحي العدم يعني الوقاية الصحية ما يلزم إيدهم لاحل قولة هذه الأشياء المتبعة صح شكرا لزميلتنا صدرانينية ميادة ننتقل يا دكتور صلاح والباحث أيضا في أمدي أندرسون رأيك بالبحوث الحالية شكرا جزيلا بالنسبة مثل ما قالت الأخت ميادة أبضل طريقة للعلاج هو محاولة تفادي الأشياء التي تؤدي إلى انتشار المرض واحدة من الأمور الأساسية هي إيجاد طرق لتحليل وجود المرض في الناس أي التستي فكان لحد اليوم الجمعة الماضية في أمريكا مشكلة كبيرة أنه التستي كانت في إجراء طوال فترة طويلة وأعداد الناس اللي ممكن يعصلك لهم التستي يكون أعداد قليلة وحسن الحظ أنه الـ FDA approved أنه quick testing بالنسبة لشركة الروش اللي تقريبا مستعملة في أوروبا وفي الصين تم الموافقة عليها استعمالها في أمريكا وهذه الطريقة مهمة جدا وبشكل خاص ممكن إيجاد أنه هذا الفيروس موجود في الشخص أولا وتتم العملية خلال الترنوبر وموجودة هذه الأجهزة وهي الأجهزة automated كلها لا يدخل فيها الإنسان مجرد لإضافة النموذج وتتم عملية تشخيص المرض وفيوجود هذا الطريقة السريعة لشركة الروش ممكن كل جهاز يعمل حوالي 4000 إلى 4000 تست في اليوم الواحد وحاليا تقريبا موجود 100 جهاز في الولايات المتحدة موزع على الولايات والشركات الأخرى وهذه واحدة من الطرق المهمة لإلاج أو مساعدة على تشخيص الناس ومحاولة تقريب المتحدة ومحاولة ومحاولة الشيء الآخر بس بشكل مختصر أحاول أتكلم أنه اللقاح اللقاح طبعا هو أفضل طريفة لإلاج الأمراض التي تسبب الفيروس ولكن بالنسبة مع الأسف لإيجاد اللقاح لمرض الكورونا قد يستغرق من السنة إلى 18 شهر ولكن هناك حاليا حوالي عشر لقاحات تقريبا جاهزة للتستين أنه يجب أن يستعمل يجرب على الناس وهذه العشر لقاحات وواحد من عدهم تقريبا سيبدأ في أبريل على التجارب السريرية في أبريل وهذا سيطول تقريبا 3 شهر أول تجارب وبعد ذلك ممكن إدخالها إلى تجارب على البشر المشر وهناك أيضا يطول 8 شهر أخرى فهذه الخطوات يجب أن تأخذ لمعرفة مدى فعالية هذه اللقاحات وإذا كان فيها أي وطبعا اللقاحات كلها تعتمد على الجهاز المناعي للإنسان وكيف يدافع فاللقاح مثل كأنه يدخل الفيروس اللي هو مطلح غير قابل على الإسسام إلى الجسم البشري الجسم البشري الجهاز المناعي للجسم البشري يجهز الجيش المناعي اللي يعتمد على خلايا T-cells والB-cells وتكوين الإسام المناعية وبذلك وأيضا حيكون عندهم في الجهاز المناعي خلايا الذاكرة ففي المرة القادمة في المرات فأي جسم يدخل إلى جسم الإنسان يتذكر أنه هو نفس الجرثومة فيكون جاهز لاندفاع عنهم ويحاول الجسم أن يقضي على هذا الجرثوم قبل أن تكبر أو تبدأ بالقسامات الكثيرة حتى لا تأتي إلى تكوين حالات خطرة شكرا دكتور طبعا نحاول أيضا نوضح للمتابعين بأنه النظام الصحي عفوا النظام الصحي والرعاية الصحية والمستشفيات يختلف من دولة إلى دولة حاليا نحن في يوسطن تكساس أكيد تختلف بكندا أو تختلف بأوروبا أو بالعراق رح نحاول نتكلم عن المرضى بشكل عام ويا الباناليست ولكن كثير من الأسئلة رح نحاول نجاوبها واحد من الأسئلة المهمة هل ينبغي أن أضع كمامة لحماية نفسي قال مفتوح السؤال للجميع لا أصمح لأجاب علي الكمامة مهمة ما تبت لحد الآن بس إذا أقض مكان ناس بي إذن التهاب تمنع الأكيد خاصة إذا كان قريب 1 متر يعني متر واحد عن الإنسان فننصح خاصة الناس اللي تروح طبعا هناك موضوع جدا مهم قبل ما هو موضوع الناس من تروح للزيارة لنستنا رجال دين نمنع الزيارة بس المريض المريض لا يروح والناس تستخدم الكمام بس الكمام ما تمنع 100% عن المرض هذا مثبت في آخر CDC recommendation اللي هو مركز الأمراض مركز الأمراض سيطرة على الأمراض نعم أحب أضيف على موضوع الكمام الأسبوع الفات مجلة جامعة الأمريكية نشرت توصيات على الناس اللي موفوض ينبسون الكمام أولا نعلم فيها كل نوع من الكمام 95% وكل الكمام العادية اللي كنا نشوف ها والسيرجيكال ماسك اللي يسموها السيرجيكال ماسك لحد الآن ما مثبوت علميا إنه تمنع المرض ينصح بلبسها للمرضى اللي حاملين للفيروس أو للناس اللي يعدهم اتصال بالمرضى اللي حاملين الفيروس والعاملين بالقطاع الطبي بال بال بالكوميونيتي عند عامة الناس ما منصح إنه إذا أنت ما عندك عراض ولا عندك أي اتصال ولا عندك أي مشاكل تثر على جهاز المناعة عندك ما كو أي توصيات لحد الآن باستخدامها اللي يصير بالمرض هل ممكن يصير بالمرض مرة ثانية لو رح يصير عنده مناعة أو يصير عنده عندي باقي الأنباض باقي الوصول الوصول اللي ينعدي بالمرض يقولون أنه يبقى 14 15 days وبدأ ركوبر ومتحدث 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 هناك ممكن أنه مرة ثانية لا يوجد مرة ثانية مرة ثانية هناك حالات ربورت بصير ري تستاذ نغاتي لل كورونا فيرس ورى فترة انه صار عدم المرة ثانية حدث سوال ثاني الناس تحشد هذا المرض دائما يتبب المشاكل أكثر من الناس الكبار بالسن هناك ناس تقول أنه أعمارهم تين ايجرز وليصر عدهم نفس المرض ونفس المشاكل وحتى ديت ممكن تفضحوا أن هذا الموضوع هل العمر يأثر من خلال تجربتكم بالمستشفات هل شفتوا أن المقاومة للمرض تكون أفضل عندما يكون عمر الإنسان أصغر معظم الناس التي تموت بهذا المرض عمارها كبيرة المرض قد يصيب أي عمر لكن معظم الناس التي تمرض بشكل تؤدي لدخول المستشفى ثم الموت هم معمارهم كبيرة هذا ليس معنا أن نهمل أطفالنا أو شبابنا من ناحية لن يصيب المرض قد يصيبه المرض وهناك حالات عديدة في شمال غرب أمريكا ناس صحيين وشباب أصبحوا من المرض وتطورت إلى حال أنه أصبحوا في العناء المركزة فلا تهملوا هذا الجانب بس معظم الوفيات في الناس اللي عمرها كبيرة نعم 50 وعلى موضوع الشباب أنا سمعت أنه نحن نقدر نطلع ونحجز نفسنا ونتمتع في الوقت هو إذا شاب أصيب رح نقلع إلى عجيزة إلى خالة إلى جدة إلى عم وهذه طريقة أخلاقية يعني لما نكون بهالدرجة بحيث أنه نطلع ولأصدنا والله من نتمرض ها من نموت لا وهذه الطريقة هي الانتشار الأفقي للمرض فإحنا من ساهم بالانتشار الأفقي لحتى نحدد المرض هذا الشيء المهم أيضا أنا أضيف على هذا السؤال بالنسبة للأكبار لأنه نحن نعرف الجهاز المناعمة للناس من تكبر سيكون أضعف من الشباب فهو أكبر مو خصة يصيب الكبار أو يصيب هو اعتمادا بالدرجة الأولى على الجهاز المناعي لهذا يكون هم المستهلفين الأكبر الحوامل ولي مو لأنه هو يجي بس لأن الجهاز المناعي يكون مالتهم أضعف قوة الجهاز المناعي لهذا نحن ننصح أهم شي أنه يركز على المناع عمالته يقوي جهاز المناع سواء أن هناك شباب وعندهم أمراض جهاز المناعي ضعيف بس نحن نعرف علميا أنه كل ما يكبر الإنسان الجهاز المناعي مالت يبعى شكرا عدنا سؤال صراحة عدنا أربع سعيلة الجو تأثير الجو هل كورونا فيروس ينمو أو ينتشر ناطق الحرة ولا الباردة أو كورونا الستاتيستيكال يعني ريدينغ سي دي سي وابسايت إحنا كل الأشياء اللي نقولها أشياء لأن ما حد يعرف هواي عن الفيروس وكل ه أشياء جديدة والناس تتعلم علي لأن هو وفد شي جديد بس لي حد الآن أثبت أنه ما كو تجوصر بالحار والبارد والعطوبة والبرد والفريزن فالفريزن ما يأثر والحرارة ما تأثر ممكن أنه الاثنين ينصابون وليأن الناس عدها فتفكرة ودي هواي هاي هاي هوب إنه من نتيجة صيف ممكن أنه يكتلوا الفيروس وما يخلي العيش بمناطق الحارة وهذا يمكن أعتقد أنه هذا موسيقى ويعتقد أنه موسيقى لازم لسه أنه هاي الكيسات بالمناطق الحارة والبارد وأعتقد البالمنولوجيس كان تنصمون لحد السمام معلوم ما متوقعين إنه شنخي صيوية تغير الجو لحد اليوم أو البارحة وحالات ريبورت بالدول بيها مناخ رطب وحار صارت باستراليا صارت بسنغافورة صارت بهون كونج فنتأمل بس لحد هاي صعب تجاوب هو أكو بعضة دراسات تقول أنه يعني كلها ما كو شي مثبت أنه بالحرارة يقل لأنه بالحرارة حيجف يجف أسرع فيحد من الفترة اللي يبقى آيش الفيروس برا الجسم لأن الحرارة يجر المي اللي بجسم الفيروس فلهذا على الساس أنه يكون أسرع حسب مركز دراسات مالبحوث بألمانيا أكو تحشايات بس كلها ما كو لحد عن أي شي متبت تصحون أو أكو كثير من الأخبار تقول معلومات صحيحة وغير صحيحة ما ندري أنه أكل من برتقال ليمون موس إذن أكو أنه ناس تقدر تكثر على متحمي نفسها مقاومة هذا المرض 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 معروفة تزداد بفيتامين المناعة العفو المناعة بفيتامين C و بفيتامين D بشكل عام بفيتامين غير الواتر بفيتامين الإنسان إذا يأخذ منها حتى كمية أكثر من ثرافيتك تطلع بالإدراع المي متأثر فيقدر يأخذ الإنسان بفيتامين B بفيتامين C بس بفيتامين D اللي هو أيضا مهم لازم يأخذ بنسبة معينة لهذا الويتامين يسموه موس ممكن إذا زيادة بفيتامين D يجب أن يأخذ المريض بفيتامين حسب الموجودة الواتر بفيتامين 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 D لازم استشار طبيعا بس تعيبا عن هذي أنه تاخذ فيتامين بس هي ما كو علاج there is nothing proven ما كو فت شي يقول أخذ لولا تاخذ يعني إذا أنت تحس لتاخذ بس مشكلة أنه همات يعني زياد أخذ ناس قسم عندها سكر عندها ضغط عندها إشياء أخرى ممكن أنه تسوي أعتقد أحسن شي تستشارون أطباء كم إذا عدكم أطباء يعني نستخدم من منصر الفلو يمكن نستخدم الفيتامين C ك ك بوست إنه إلا لأ بس إذا تحس أنه تجعل comfortable just take it هل ينتقل الفيروس بالهواء أكوناس تسأل يعني ينتقل بالهواء يعني مؤكد يعني 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 إذا واحد كان رقف قدام شخص ودي يحكو وسيلة النقل يتقلون هو رداد طريقة رداد المتطايع ولحادث الفيروس بالغرفة دي يقولون تقريبا أفراج خفايف دايز من يومين إلى 14 يوم على الأسطح الصلبة على الأسطح البلاستيكية شافوا أنه أكو بعض المعلمات أنه تقول يطول من ساعتين إلى ثلاثة يام تقريبا فله السبب بدين صحون أنه استخدام المعاقمات تنظيف الأسطح بصورة مستمر غسل اليدين يا أعتقد أنه هذا الصحيح لأنه مثلا الأشياء نشوف هذه الأشياء المهمة لنشوف الناس كل تحقم لأن كل شي لأن أكو أشياء ما أفكر أنه تلوث سويتش ما السيارة أو آيفون هذي تابلت تايبول البنز كل الأشياء الأخرة حتى الباثروم يدات الأبواب هذي كل شي لأن واحد يطلع حاولوا أنه تمتنعون عن المصافحة والهاجين والكيسين أنه سأكون سلام جديد إذا with your elbows or with your legs لأن تلزم أحد وتلزم سطح علي البكتيريا وبعدين تحط أيضا تعقيمات مثلا السطوح التايبول أيضا التواليت كل الأشياء اللي بالتواليت تقدرون تعقموها بالوائف الأشياء التي يتداولها الأطفال والأولاد إذا هم يكون حاملين المرض ما يحسون أنه يعني ينعدي هواية بس ينقل إلى أحد أكبر من عنده سؤال آخر الليبان الدكتور علي الدكتور نظام بالكانسر أكو أشياء معينة لازم مرضى السرطان يتزمون بها يعني هل أكو اختلاف بالمقارس مرضى السرطان من المرضى ترغب من المنعتهم قليلة يجب و بالضرورة أن يبتعدوا عن ما كان اجدحان خاصة ناس الكبار لم يكن ضرورة يروح يشارك بالكونسر لم يكن ضرورة يروح للمقه لم يكن ضرورة يروح يجتمع بالتجمعات هذه مهمة ثانيا طبعا المصافحة التقبيل هذه أيضا يقلل منها و إذا أي شيء حدث لخاصة الحرارة يجب أن يخبر الكونسر دكتور و يجب أن أن و ينتظر تعليمات أيضا لأن صارت حالات يجون المرضى الأفايا مهمة يجي المرضى إلى المستشفى إلى الطوارئ وهو حامل المرضى سيعدي إلى عشرة أو أكثر من الناس الذين خبر الطبيب مالتا خاصة بمدي أندرسن هناك حسنا لا تحدث عنهم بس خبر الطبيب ما تنتظر معلومات تعليمات مهمة من الأنقالج سنعني إحنا حتشين بهالمواضيع أكو كثير من الأيساء قالوا شنو الفرست سمتم الأعراض شخص إجا من مكان سوان طيارة سيارة أوبر خارج أمريكا داخل إجا حاس نفسه وصل تعبان الزوال شاف نفسه تعبان أكثر أكو شغلة غلط بيا something is wrong with me شنو نكس شنو السمتم اللي يختلف عن السمتم البقية ما تختلف أصوار هي تقريبا مشابهة بالبداية المرض مشابهة عراضة لأعراض الإنفلوانزة العيدية تقريبا أكو تقريبا تقول لك إنه القحة عادة يكون جاب فما بيها أخان أو أرسوال درجة الحرارة مو مو عالية مقارنة بالإنفلوانزة تصير عدهم تصير عدهم الأعراض مع الإنفلوانزة العادية نحول بالجسم رجفة تصير عدهم وجع بالمفاصل وجع بالعضلات لا سامح الله إذا زاد ساءت الحالة إنه هذه الأعراض تستمر الحرارة تستمر بالارتفاع المفروض إنه يتعلم للعاملين بالقطاع الصحي لما يصير عدهم ضيق بالتنفس خاصة لما ضيق بالتنفس يبدأ تراقب إنه يصير عدهم هبوط بالأكسجين هذه الحالات عادة إنه متعلقة بإحتمالة الدهوة حالتهم نرجع على سؤالنا ما للكانسر أكو أسئلة تقول إذا أنا بيه مرض السكر أو الضغط أنا هم من معرض يعني شخص معرض لهذا الشيء يعني كهي تشمل بسرعة من الناس أيضا معرضين هو السكر بكل نوع أو الضغط أو مرض القلب أو عجز عجز جهاز الرئوي عجز جهاز أيضا المدخن طبعا المصابين بالزملاء يعرفون COPD والتهاب القصبات المزمن اللي هو يعني هذا معروف كل المدخنين يشربون هوكا في هذا نصح نحن نصحهم يبتعدون عن نرقيلة نرقيلة الآن هذا مو وقت نرقيلة أفليز أفوحا بس يعني هذا يعني أثر كثيرا على الجهاز التنفسي اللي هو مستهدف من قبل هذا الفيروس يعني شاف أو اتهاب القصبات يعني يصير عند ARDS اللي هو عجز الجهاز التنفسي وزملاء يعرفون أسرع من الإنسان اللي رأمالت يعني صحي يعني هذا ممكن تكون يعني هذا الوقت يعني واحد ممكن يغير شيء بحياته يعني هذا الوقت هو أحسن وقت اللي بيدخن ممكن فرصة أنه عنده فالسبب قوي أو إرادة قوية أنه يقطع التدخين أحسنت هذا يعني نتعلم من هذا الفيروس وهذه المشكلة العالمية أنه نسوي الحملة حملة يعني وقف التدخين ونقل النراقين بالعراق خاصة وعلى العربي يعني القهاوي يتعج لحد الآن بالنراقين الناس باسل سموكر أيضا نحن مو هدف ناسا مو موضوع عن السموكين بس يعني يجب أن ننتخل من هذا اليوم يعني نبدأ عن التدخين سؤاليا تقريبا واحد شبه اللاخ عندي حالة سفر نستعجلة مو سياحية أقدر أسافر إذا بالطيارة والسؤال الثاني هل ممكن أن تنتقل هذا الفيروس عبر البريد الطرود البريدية السفر نصائحنا للناس أنه سافروا أشياء ضرورية معظم المؤتمرات الطبية وقفت حتى معظم الدكاترة والكادر الطبي منعوا بطريقة أو بأخرى من السفر سفر لعمل سفر لسياحة أو غيره كل هذه المناعات لأنه صعب تنظيف الطائرات وغيرها بطريقة تمنع هذه العدوى العدوى العفو الجزء الثاني من السفر البريد الملمس البريد البريد مثل أي قطعة أخرى تكون قد لامست كثير من الناس قبل أن تصلكم إلى البيت الحذر المسحة تستطيع يكون أفضل طبعاً لن نستطيع أن ننظف كل شيء نمسكه لكن بقدر الاستطاعة حاول شكراً طيب هوايا نستحجب موضوع اللقاح والدوى وهوايا إشاءة طلعت خاصة البارحة كان فهم التصريح مع الرئيس الأمريكي أنه كان نازل تست وليس لقاح أعتقد لحد الآن ماكو أي لقاح الدوى ماكو أي دوى انتفايرل واللقاح حسن من جاب حتى حتى بالنسبة للدوى يعني هس الشغل على قدم الوساق وبالسرع فائقة يعني اللقاح حيطول تقريبا حتى يكون جاهز للاستعمال البشري من سنة إلى سنة ونص يلا يكون جاهز يعني تبرد هاي الشهرين ثلاثا فتقريبا سنة إلى سنة وثلاثة شهر الناس مثلا حتى صار اكتشاف اللقاح يجب تاخد وقت حتى تمر بإجراءات للفحص الحيوان ومن ثم هي هذه تكون كاملة يعني خلال سنة ونص تكون جاهزة تقريبا طبعا لازم يتقدون خطوات سريعة عادة أي إلاج في أمريكا يطول خمسة أو ست سنة حتى يصير لفد أكروف بس في هذه الحالة في هذه الحالة هيكون لأنه للضرورة القصوى لذلك يعتمدون إلى أي شيء أقل من سنة أو سنة ونص معناها تقريبا ونحن لا يكون جيدا فالشيء اللي شفت مؤخرا يوجد شركة ريجينيرون اسمها هذه هي اللي اكتشفت دواء الإبولا فأدهم سيستم دي يشتغلون الآن على شكل سريع لإنتاج دواء أو علاج للكورونا وعارس يعتمد على الأنتيبوديس يعني تقريبا هو جزء من اللقاح مثل ما يشتغل اللقاح بس هذا هنا بدون ما يتلقح كم طول اللقاح فقط لقتها على إبولا كسر 2008 أو تقريبا أنا ما أعرف بالضبط بس قد طولت الحملية لأنه ما كنا متابعية بس هسا بالنسبة لهذه هذا الشركة هذه ممكن تجهز أنتيبوديس في شهر 8 أو 9 تقريبا تكون جاهزة وبكميات تقريبا توصل إلى 200 ألف دوز بس النظام الذي يستعملون الفيروس نفسه بس مهبط قريبا من اللقاح لعمل اللقاح بس هنا يحقدون نوع من النوع الفيران الذي جنية مختلفة الجهاز المناعي وهذه الفيران مختلفة بحيث يشبه النظام المناعي للإنسان فلما يعطوه هذا الفيروس المثبط يبدو الماء يكون بسلس بسلس وتيسلس بعد ذلك يأخذون هذه الأنتيبوديس وهذه البيسلس وينموها في خلايا بشرية طبعا باللاب في محاويات وحاضنات جاينت بحيث يبدأ تكوين هذه الأنتيبوديس وبعد ذلك طبعا تبدأ عملية تهنفية وتجهيزها وإلى يتم بسرعة فحصها حتى لا تسبب أهم شيء في الأنتيبوديس إنه التأثير هل هذا يكون مؤثر أم لا فلذلك هم عادة يأخذون نحن 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 مو نوعية وحدة لأن كل الأنتيبوديس تكون مختلفة من المستفادات التي هي الأنتيجين فإذا تأخذ نحن تتكوين الأنتيجين الأنتيجين التي يزيد من احتمالية نجاح هذه الأجسام المناعية أضيف شكرا دكتور سعادة أضيف ذكرة بعض الشركات هنا إحنا ما لدينا أي تاي لأي شركة لأي شركة لأي شركة من هذه الشركات نحن جمعية نون بروفت أورغنزيشن بس نذكر بعض الحقائق الموجودة هنا بالنسبة للتستنج طبعا هي شركتين الروش والثيرما فشر إن هذا معروف والفيديو اللي انتشر هو مو للقاح انتشر الفيديو تست 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 شو الأشياء اللي يتحيطون منها شو الأشياء اللي يحضروها بالبيت بالوقت الحالي اللي ممكن أنه تفيدهم لحديثة توجيهات لأي شخص توقع عند إصابة أو عند حامل للفيروس النصيحة العزل يكون إذا ما يتطلب حالته إنه دخول للمستشفى يأزل نفسه داخل البيت التوجيهات إنه يأزل نفسه بغرفة خاصة تكرمون حمام خاص يكون عنده ملابسة تقسل لوحدها الفرشة ما البيت إنه أيضا تكون تتبدل وتقسل الحال لحد هسا التوجيهات إنه ينصح إنه هذول الأشخاص اللي معرضين خطر الكورونا أو مصابين كورونا at least 14 يوم والنصائح بعد هذا إنه تقريبا توجيهات من CDC إذا ثبت إنه التحامل للفيروس 14 يوم بعدها حتى تنهي العزل لازم تعيد التحليل تثبت إنه تنهي محامل للفيروس مرة أخرى حتى تنهي على خلط الحزل يعني واحد إنه طلع فيروس ما يحتاج عائلته بس إنه عائلته أطفاله البيت مات الأشياء هذي بالبيت يعني مثلا واحد مريض ما يستطيعون يسوون أهل البيت مثلا إنه يحتاج لعائل هذا أصلا هو مريض وإهل البيت هو يهم عنده أطفال وعنده زوجته وعنده أمه شبيرة فشي يسوون أهل البيت شون يستطيعون غرفة غرفة أعتقد the best thing is to call the hospital يعني ما يدخل لا لا ما تدخل حالات المستشفى ما تحتاج لقول مات يعزل يعني 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 مثل أعتبروه مسافر أسبوعين خلي المنطقة التي توجد المريض بدون أن تزوروه وتسلمون عليه مثل أوضاع صعبة لكن كل عائلة لازم تفكر بطريقة أن تعزل الشخص طبعا وقتها أيضا الماسك قد تكون ذو فائدة الإنسان المصاب قد يذهب يحتاج يذهب يخذ الطعام أو يخسل ملابسه وما شابه يلبس الماسك الجراحي إذا عنده وهو يطلع لها المناطق ويتجنب الباقي العائلة لحد شكرا دكتور طبعا نحن نقرأ الأسئلة مالتكم أسئلة جدا هادفة أقوم من عجلة الشابة تابع الحلقة ستكون مسجلة أيضا سؤال مهم هناك أشخاص يعانون من حساسية القصبات والرشح الحاد ببعض أوقات نشر حبوب اللقاح اللي هو الموسم جاي هل هناك تأثير مساعد من أدوية الحساسية في تقليل المناعة اللي يسووها إذا يريدون يروح للمستشفر إذا كان عند إنشورانس أو إذا كان ما عند إنشورانس شنو أول خطوة يسويها بمن يتصل هل أكو رقم معين هل يروح يسوي تس البداية إذا يعرف وين دا يروح أو يا مستشفر دا يروح يبالوهم بالأعراض لأن على مدى الكادر الطبي يكونوا جاهزين يستقبلون المريض لأن لازم الكادر الطبي وين يروح المريض نقول لشي يعزلوه ما يخلو باقي المرضى من نفس المستشفيات حالين بها معظم المستشفيات عاتين بالغالبية من ضمن التست كل المستشفيات اللي بيها لابراتري لابراتري فاصلتي لذلك قلنا لا الرايفت كلينيك ولا ولا الارجل بيها اللاب تس رايتنا إذا واحد ما عند طبيب أو ما يعرف وين يروح 9-1-1 I think إذا ممكن أرجع على نقطة مهمة عن شغلة الربو والCOPD وهاذا شي علاجهم معظم المرضى على ستيرويد بس عن طريق البخاخ بعض منهم على ستيرويد أو بريدنزون بالتابلت لا يقطعون الدواء حتى يتكلم مع دكتورهم لأن آخر شي تريد أن يحصل أن تذهب إلى المستشفى لأن الربو أصبح فيه مستشفى أو صار عندك أتاك من الآزمة تكلم مع دكتوره على أدوية أدوية أمراض كثيرة على أدوية تقلل المناعة غير أمراض السرطان لا تقطع قبل أن تكلم مع دكتوره وطبعا العزل هو أو التجنب المكانات التي ممكن تحصل عليها الفيروس هو أفضل شي تستطيع أن تعمله أيضا نحب أنه ننوه على أجل كثيرة عن اللي ساكنين في هيوستن أو مقاطعة هارس كونتي أو فاربينت كونتي رح نتم نشر خدمات وأرقام عن طريق الأشخاص اللي ساكنين هنا أرقام تليفون كلينك فري كلينك اللي هي عيادة مجانية أول السؤال انطرح ثلاث مرات اللي هو هل إذا أطلع بالشمس خارج يعني الشمس تحميني من أي شي يعني شوية سؤال هو يعني راندم كوشن بس مهم هل إذا خرجت للشمس آني يعني تعرض شعة الشمس تحميني تنطيني فيتامين أو فشي يعني من المرض لا لا تحميل لأن ما بيها إلا ما بيها حماية من الفيروس للشمس يعني ما خاصة خاصة بلدان okay skin burn dehydration هواي ناس تحكي هس أنه أكو تقارير تشير أنه بالنسبة لأمريكا مثلا رح ينصابون بالملايس وأرقام يعني مخيفة فمن خلال خبرتكم يعني أنتم أقاربين أكثر من المرض ومن المستشفلات هل تتوقعون رح تجي فترة من الفترات رح يصير أنه الناس كلها تقعد بالبيوت وما دوام هاي القضية يعني أعتقد اللي واحد تأخذ كل يوم لأنه من قضية ملايين ناس يعني تصير في النوع من البانيك عند الناس وهذه ما رح تساعد مجرد إذا الناس تتنبه عندك أعراض أعزل نفسك وإن شاء الله الأمور يعني يمكن علاج ممكن نقول ستة شهر ممكن خلال شهرين ثلاثة يطلع فشي ممكن يعدي إلى صحيح دكتور صلاح إنه منصير بانيك بس نفس الوقت نفس الوقت من ناخذ لايك يعني الموضوع الموضوع ما نكون بانيك وما ناخذ كل السهل الموضوع يجب أن نتعاون مع الحكومة مع الدائرة لأنه أهم شيء تجنب يعني الاجتماعات اللي بيها أكثر من خمسين نفر نفسنا بأم دي أندرسون كل اجتماع أكثر من خمسة نفر لغو هذا مهمة هاي مهمة الناس يجب أن تعرف إنه مرين ميسفوبيا بس نفس الوقت الصين نجحوا ب مو القضاء بس بأتلي لمدة المرض باحتواء بواسطة وعن ناس وحكومة أيضا قوة بس نحن نتأمل حكومتنا طبعا بلغات المتحدة مو بس الحكومة الإنسان الأمريكي الإنسان يجب أن يشعر المسؤول هاي مسؤوليته مسؤوليته تجاه الآخرين إنه يحمي إذا صار عنده صخونة أو قحة أو أي شك يبقى ببيته ما يجي المستشفى يخابر والبرايمري كير فزيشن وهاي أنا أنصح حتى حفلات الزواج في هذه الفترة أنصح يعني إذا ممكن استعاض عنها لأن هذه مهمة هذه تأثر وجاينا رمضان أيضا رمضان أيضا الناس عندما تختضر تكفير أيضا هذا موضوع مهم لازم الناس تأخذ مضر الإطباع هل تنصح بالصيام لأنه أكنا سيقول لك لازم دائما تشرب مي هذا الصيام لازم تسأل عالم الدين بس المريض لا طبيا المريض إذا واحد مصاب إحنا لا ننصح إذا مريض بس إذا غير شي نحكي بالعقام وكذا لأنه أريد نخفف على الناس لأنه نشوف أنه نسبة الناس النجحة وأنه يعبون المرض نسبة أكثر من 80-90% نسبة 80% نسبة جدا عالية حتى إذا نسمع أن المرض انتشر أو أعداد كبيرة من الناس صار به المرض لكن المرض يعني مو مرض يضرور يكون قاتل يعني يعني ممكن أن واحد يعبر هذا 80% ممكن يشوفون أنه يوجد نسبة مائل يعني بس قاحة أو صخونة وسيطة بس المشكلة إذا انصابوا عادات يعني هائلة مثل أخذوا الإيطاليا الآن الإيطاليين هم يترياج لهم يعني المريض اللي 80 سنة ما يدخلوا للإيسيو هي هاي مشكلة المرض مو بس خطورته خطورته لأن تتفيش إيطالي الله يعين الناس في بلدان العربية يعني أنا مشتغل بالعراق وعرف العراق إذا كان يكون إيسيو أنا ما أعتقد أكون إيسيو بس الله يساعدهم إن شاء الله وذلك اعتماد عليهم والاعتماد عليهم يديرون البانهم مع نفسهم يقلون من الاختلاطات بالآخرين وإن شاء الله يا ربي يتجاوزون هاي المحنة لكل الناس رقم الواتساب موجود رح نقدر ناخذ اتصال السؤال جدا مهم وهو الحالة النفسية اللي هو حاليا الأولوية لعالم ديصير احنا من ضمن كل يعني كلتنا شون كثيرين ديسين وطبعا متابعينا مثل ما قلنا كثير من الأسئلة هي مشابهة يعني إذا تابعونا الحلقة مسجلة رح تشوفونا كثير من الأجوبة اللي أردي يعني بس الحالة النفسية كيف نتعامل حاليا في مساندة الآخرين جماعيا الكل مساندة تلبيت كنا عندنا هذا القلق احنا أكوفت شي قلق يقولون دائما نقول قلق جيد وأكوف قلق مجيد اللي هو الباد الباد انكزايت كنا هسا قلقين على أبنائنا على أهلنا على نفسنا بس لازم نكون شوية أكثر يعني لذلك هاي الندوة صارت على مدن ثقف الناس نغليهم يعفون أكثر المشكلة هسا احنا كنا خايفين بس الأشياء اللي لازم ناخذ أنه ما نكون كلش فروستريت وبانيك لأن الأشياء اللي لازم نسوها مثلا نحمي نفسنا نحمي أهلنا نكون مهيئين إنه بيوتنا تكون مهيئة إنه إذا محتاجين نبقى سبوعين بالبيض شكرا أتصام مباشر 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 السلام عليكم وعليكم السلام افضل أستاذ أنا كممرض في إحدى المستشفيات في العراق طبعا تجيني أكثر البيض صالة ألو تفضل لسمعك تفضل ايه أستاذ فأكثر الاتصالات تجيني يعني يعني الحالات لعدكم هوس العالم صاير بيا هوس بهذا الموضوع طبعا الحالة النفسية يعني أرجو التوضيح أنه لها أسباب بهذا الموضوع الوباء شكرا صالة كسد الدكتور رح يجاوب على الحالة النفسية العفو يعني أكيد كل نحن مثل ما قال الدكتور نغل كل نحن في حالة نفسية بس دكتور صالح حشار إشارة كل مهمة أنه يعني ما نأخذها نأخذها شغلة سهلة ولا أيضا نضخمها بشكل كامل يعني يجب أن نكون نحن يعني مدرات يجب أن نكون أكو مشكلة والمشكلة هي موجودة مو ما موجودة ما نوصل مرحلة أنه مثل ما بانك يعني المجتمع يصير بانك وبعدين ما يعرف شي يصطر لا أكو مشكلة وإن شاء الله مشكلة إذا تتبعون الخطوات التالية بعيشة الصحية تمتنع عن مقالطة الناس نعرف أنه العراقيين اجتماعيين بس ماكو داعي أنت تتقبلها ثلاث مرات أربع مرات لهذا ابتعد عنا يعني مون ميتر إذا أكو مريض انصح خليه يروح يقعد ببيته ويخابر لطبيب مالته هذه الأشياء هي تخفف عن ناس ويخفف على المجتمع وما يحتاج أن يكون يعني في حالة نفسية مثل ما وصفها فانيك لا إحنا ما ننصح أنه الناس تكون فانيك لأنه إذا يصبح فانيك ما يقدر إشتغل بس أضيف بس أحب أضيف الموضوع على الحالة النفسية طبعا هي طبيعة النفس البشرية خوافة وأسهل شي تقريبا بين الناس أنك تنشر ثقافة الرعب صح ما يحتاج توصل مرحلة من القلط الذي يتوقف حياتك بشكل كام بس المرض موجود هذا حقيقة ما حد يقدر ينقر كل ينين صح بإستمع التوصيات العاملين بالقطاع الصحي يمك أو نظمة الصحة العالمية هنا بأميركا من السي دي سي وإن شاء الله هي أزمة وتعدي وبالنهاية يعني مثل ما قاله العرب قدامة درهم وقايا خير ومنقد طار علاج صح شكرا دكتور إن شاء الله تعدي خير سؤال شائع حاليا الأسواق كلها فرغت سواء عفوا عدنا اتصالات كثيرة نعذرون عن مقاطعة الأسواق حاليا في أمريكا أو خارج أمريكا الناس تقريبا تروح تسوق أو كثير ناس تحب تاخذ معاقمات أكو بدائل بالبيت إذا ما كو شي بره يعني صابون يساون في التركيبة الأسواق تقريبا كلها فرغت وكو ناس تحتاج للمعاقمات بالنسبة يعني المعاقمات كهوية على سنتايزر قيم هسا بالسوق فالكحول كحول يخلطون ممكن يصير نفسها بس هو أصلا الكحول يفي بالغرب هاي شغلة شغلة الثانية أنا وياها أوكي أخذوا الأشياء تحتاجوها بحيث أنه لا يطلعون إلا للضرورة يعني إذا ما كوا ضرورة لا يطلعون خلي تطلع للضرورة فخلي يكون يعني إحنا أعقد وتوكل إحنا نكون أنه نهيئ نفسنا نهيئ نفسنا من الناحية ما نحتاج على طول نطلع أنهيئ نفسنا من الناحية الصحية أنه على أساليب النظافة لحفاب عليها وبنفس الوقت يعني من أكو ضرورة نطلع بس إضافة على أنه الأشياء اللي ممكن يسوها لأنه الهان سنتيزر ما أكون معاقيمات أكون على CDC website there is a way I don't have it on but I read it yesterday اللي هو أكو بال إنه شون يسوون هذا الألكوهول والكلوركس اللي at home they can dilute like in a percentage ممكن أنه بعدين ننضيف على الويبسائت جس من أقدر أطلع نقدر نضيف على الفيسبوك وممكن الناس تستفاد من عنده حاطين على CDC ويبسائت إذا ما اكل hand sanitizer أو المكلوركس ممكن أنه يخففون شي بدرجات معينة بس لأن يعني مو أي واحد يقول لكم هذا لازم يكون بي 60% alcohol 60% alcohol وبالنسبة لخص لإيد لازم تعرف أنه تخص الback of the hand لازم تخص الأصابيع وبعدين تخص ال الرسغ وبعدين تجف ففت شي وحت حاول أنه مثلا ما تلزم الأشياء الأخرى حاول كنا أيدينا أصلا مشقت من هالقرب لنغسل أيدينا هذه الأيام ويبقى الماء والصابون أحسن معكم صح 40 ثانية بخسل يدي بشكل كامل 40 ثانية 40 ثانية 20 to 40 seconds هو أحسن شيء وأعتقد الزملاء دكتور علي ودكتور حسن يوميا يمسوين النواضية فأعتقد نحن ما نقدر نظام EPN 4 لا بالبيت أتليس بالبيت يستخدمون الماء الصابون ليس كل شيء سنتاج تسأل على Houston الأرقام شنو آخر update في الوضع أنا لا نقذر الحقيقة نقذر صعب أعتقد تقريبا 16 إلى 17 حالة الحالات التي صارت قبل أسبوعين هل جزء من عدها تعافل هذه الحالات لا لدينا معلومات لكن أعتقد Houston underestimated يعني بعد أعتقد يوم الثمين عندما يبدل بحث شفت قبل شميون بس وحنا كانت بعدها hospitalized البقية يعني هون نحاول أيضا إحنا أيضا بعد الحلقة رح نشر معلومات نحاول باللغة العربية عن طريق منظمة الصحة العالمية أسئلة شاععة وأجوبة وكيف الحماية طبعا عندنا تراحة كل المعلومات الفناوس والضيوف وإحنا المونديريترز هنا حاولنا إنه نجيب كثير معلومات وراح نخليها أيضا على الويبسايت عن طريق صفحة المجمع العراقي وعن طريق الجمعية العراقية فبالإضافة إلى تسجيل الحلقة فكثير من المعلومات الشائعة اللي عدكم أسئلة رح تكون أيضا نحاول إنه نجاوب بها عن طريق المنظمة الصحة العالمية الوناديد نيشين أمم المتحدة أيضا هل الخل الأبيض يغني على الكحول أبو واحد يسأل لا حتى الكحول إذا أقل من 70% ما رح يشتغل إذا 70% 70% هذا الكحول الطبي الكحول الطبي إيزوفروفا أبسلوت الكحول ما يؤدي إذا الكحول ببحدة على الجلس هو ما رح يؤدي الغرض إذا كله 100% ما رح يشتغل It has to be 70% إذا 70% بمجرد It's okay يعني إذا مرتين تلاحها مو تخسل إذا كبير الخل مو للتعقيم الخل والملح والماء هاي من الأشياء للمأوثوش اللي يريدون يسوها حتى أنه بس للمرات إحنا نعرف أول ما يدخل الفيروس عن طريق الحنجرة حتى بلكت أنه معقم بهاي المنطقة للي ما عنده مأوثوش بس مو لكتعقيم خارجي فيتامين سي هل أكو ناس تسأل على فيتامين سي هل نساعد فيتامين سي ما تبتت بس يعني ما تبتت على المئة مئة بالمئة بس أكو ناس يوصفوه ما بيضرق ما بيضرق هو مو علاج بس زيد المناعة زيد المناعة طبعا أكو استطادي بس وميأثر يعني ما أكو 100% لأنه أنا تقولون الناس فيتامين سي تقوم فيتامين سي طبعا أكيد يساعد يساعد المناعة يعني الناس شابوا اللي ما يأخذون فيتامين سي دول يسافرون بالبحار إسترق إسترق من النزب مو من الإنفكشن فما واحدة من الأشياء الكلش مهمة هي الحالة النفسية للشخص أنا أعتقد يعني فالفاكتر كلش مهم إذا هو عنده الويل إنه يصير زيان that's important يعني دكتور المناعة إذا قصدك مرتبطة بالحالة نفسية يعني حالة نفسية للشخص كلش مهمة لتعدي المراحل من الحالات اللي سي إلى الانتحزن يعني أبو السؤال أيضا الناس تسأل على الأحصائية بين المرض الفلاوانزة العادي وكورونا هو ناشط قارن فشلو تأتي الصور لا ماكو مقارنة حسب 0.2% أقل من 2 نسبة الإصابة نسبة الوفيات الوفيات كان نعم من تتحجي الفلاوانزة أو بقى ظهورها العشرينات أو ثلاثينات القرن الماضي صحيح كان نسبة الوفيات فيها عادي لحد ماكتشفى والباكسين وكتشفى العلاج بس حاليا لا لا ماكو مو أي مقارنة أقل من 2.2% 0.2% في الإنفلوانزة 3.4% 3.5% قابلية نشو العدوى بالكورونا أعلم الإنفلوانزة الإنفلوانزة الشخص المصاب إلا القابلية على التن لغنقل الشخص إلى شخص كورونا من ثلاث إلى أربع أشخاص ما صور أنه مثل الفلاوانزة السؤال الحالي when I lost track here شنو رأيكم الناس لما تتسوق شكل مطبيعي حاليا شنو نصيحاتكم إلا هذا يدخل من باب الوعي أولا ويدخل من باب الحالة النفسية أنا أشوف أنه تأثير النفسي جدا سلبي يعني وده نشوف أنه خاصة أول ما تصير إعلان مثلا أنه حالة الطوارئ أو شي يصير يجوم على السوبر ماركت بعدها بكم يوم يرجع الوضع الطبيعي فاش تنصح للناس أعتقد هناك خاص عندما أشوف الحالة في أمريكا وهيوستن الناس متعودة على نظام حياته بشكل معين يردون يبقى هذا النظام بنفس الشكل حتى إذا هو معزول عن العالم فلذلك سوف اللحم الخضروات هذه كلها يوم يومين ثلاثة أربعة تخلص تخلص طريقة سلبية صعب أنه نتقل عن الناس بس أعطي هذا رأيي بما أن نقول إنه ممكن الإنسان ينعزل بشكل الناس أنه يعني أنه ممحول أنه يطلع من بيته ويعرض الآخرين للعدوى يعني ويطلع ويجيب أكل لأن لا يستطيع أن يبقى واحدة بالبيت أو يبقى بدون أكل أو أهل يقوم بدون أكل فأعتقد ممكن متوقع أنه يجب أنه لأطفال أشياء ضرورية البيت يجب أشياء مهمة بالنسبة للأطفال يجب أشياء لأطفال حاولوا تأخذون الأكل يكون الدراي يطول فترة طويلة مثل البقوليات والأشياء الخبز ممكن اللحم والبروتين بس الأشياء الضرورية أيضا بالمنزل أنا أعتقد الـ 2x food supply is very important يعني هذي اللي متوقعين إحنا إذا واحد من عنا لا سامح الله أنصاب أنه يبقى بالبيت سؤال مهم شلون الناس تشافة من المرب ؟ كيف يستطيع هم؟ هكو فرق بالحالات يعني شنو الحالات اللي شكتوها أكو حالات بسيطة شون تتعالج الحالات المعقدة وشلون الناس تعرف لأنه سمعت أن الفيروس يطلع بأكثر من هيئة يعني كوهيئتين كوهيئة كوهيئة قوية وكوهيئة خفيفة بالبارس مثل دكاترا ذكروا في البداية أن 80% لن يحتاج دخول المستشفى الباقين سوف يمرضون أكثر ويحتاجون الدخول الأدوية التي موجودة التي تجرب على الناس ليست مثبتة أنها سوف تساعدهم ولكن هل نجربها؟ نعم نجربها ماذا يحصل فيهم حتى في الذين يصبحون على الجهاز التنفسي نسبة الموت تقريبا 16-17% فليس معناه أنه كان يد شفاءهم أقل كلا لا زالت الشفاء أكثر من الموت لكن الأدوية التي نجربها هناك أدوية ضد الفيروسات أدوية ضد الملاريا مثل الدكتورة قالت قبل قليل الستيرويد حتى هناك تجريب للبردنزون عبر الوريد ولكن كل هذه الأدوية ليس هناك إثبات أنهم تحسن الموضوع كيف يتحسن العالم؟ مثل كثير من أمراض الرئة الرئة تكون فشر رئوي ونعطي المريض الوقت حتى أن الرئة أو هذه الجروح بالرئة تندمل لوحدها ثم يتحسنون ويذهبون إلى البيت هذا أكثر ما نعمله أن ننتظر الرئة حتى تشفى لوحدها ما مثل جرح ويندمل بعد فترة نفس الطريقة شكرا دكتور طبعا نحن تقريبا عدنا are we good عدنا 13 تقيقة تقريبا شكرا 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 جدا مهم هل كيف تنصح النساء الحوامل وأيضا هل يؤثر هذا على الأشخاص الذي لديهم مشاكل في الأجهزة التناسلية والبروستات هل ممكن ينتقل للجنين إذا صار الحوامل أعتقد أن حيث أن رح على CDC واب سايت وشفيت أن هذا واحد من الأسئلة شانات مطروح الحوامل لا يعرفون عن هذا الفيروس بالذات نسبة إلى الحوامل يصير بهم لا يعرفون حتى الآن أنه ينتقل من الأم للطفل لا يعرف الأهم هي الوقاية الحامل تحاول أن تبتعد عن الأشياء التي يمكن أن تنقل لها العدوى المرض يتطور أيضا بحوث أوجه لما يكون الأعراض موجودة هو لا يعرف 100% لحد الآن فترة حضانة المرض من 2 إلى 20 يوم بعد ما تظهر الأعراض يعني ما يصير شد للفيروس يقول المريض يطلع الفيروس يعني الجوز لا يوجد سمتوم لا يوجد فبر ويقوح والفيروس موجودة لأنه لماذا تسموها كورونا هذه الكورونا تشبه الكرام تأج إجدته ضد تيجان الملوك أصيب بها الفقراء الخطيئة فبها تأج هذا التأج ببروتين البروتين يذهب للرئة ويستخدم البنترانس للنغ من يصير شدينج ملتبليكيشن ومن يقوح المريض يصير يبدي المريض يطلع الفيروس الفيروس ينتقل طبعا من واحدة واحدة فإذا هو المريض في يعني طول الفترة اللي هو وذاك هاي أخطر يعني من فترة الحضان اللي هاي سمتوماتك هو أخطر شيء أخطر شيء بنقل العدوى يعني هاي الفترة وإلا المريض من يقوح يعني معروفة وإن تسخونة تلبس ماس ما تلامسة وهكذا فإذن القضية خطرة من البداية للنساء بس أنا أبدأ سألوه قلبنا رجل إذا الواحد هو الفيزة كاريير يعني المريض أنه كاري ذا فيروس بس بعد نفس الحكاية بس إذا الفيروس إذا ما طلعت عليه العرار بعد بالإنكيبيشن بريد إذا إذا باصلوتي إذا بعد ما عند مثلا مدى يكوح مدى يعطس يعني التاشين بأكيد التاشين ما عندي معلمات أكيد نجوا لكن إذا الفيروس موجود في الجسم قد لا يكون بالكحة قد يكون بالدموع أو غير بشكلة يجب أن يعامل من الصريحة طبعا واحد من الناس سأل ليش طبيبة عيون هنا موجودة وشنو المعلومات عن الكورونا فيروس بسر أحب أقول لهم أن طبيبة عيون صحيح بس موجودة لأن الطبيب الذي اكتشفه بالصين كان طبيب عيون يعني لاحظ وجود التهاب بالعين ووجود أعراض بالصدر لثلاث مرضى وعن طريق هذا بدأ يسون التحليم الفحوصات وعرف الحمد لله لحد الآن لم نرى كورونا فيروس شكرا طبعا قربنا على نهاية الحلقة أحب يعني نروح على كل الضيوف إش عندك إذا تحب الدكتور تقول كلمة أخيرة للمتابعين الكرام يعني كل اللي أقول أنه الناس على كيف شوية صح الحالة بس أحاول تدخلون الأمور على بساطة وحذر وعدم البانك و كنا سير بنا أمراض وإذا ما تأخذ الأمور بجدية وبحذر ما رح تقدر تتعدى المرحلة فإن شاء الله هتكون مرحلة هي إن شاء الله ومرض ورح يعدي بس يأخذ الوقت هذا مننا إلى أن نلقي العلاج وهذا كل مهم وتصرفاتنا هنا بهالوقت هذا بهالمرحلة هي مهمة واللي هي ممكن تأدي إلى نجاحنا بعبور هذه المرحلة أو فشل شكرا وهي إجراءات الوقاية أهم شيء حاليا إجراءات الوقاية فضل سلام للجميع إن شاء الله وأهم شيء الواحد إنه لا يطلع ألا للضرورة أو إذا محتاج شغلة ضرورية يقلل الاتصال وعلى طول التعقيم وأهم شيء غسل إيديان لأن نحن مو بس العراقيين كل الناس لازم ما نعرف كم مرة نلزم وجهنا فأهم شيء إيديانا شكرا الوقاية خير من العلاج شكرا هذا التعليم هذا الكلام اللي قلنا هو ليس بديل لأن الاستماع إلا الناس بـ هيوستن خاصة أن يطرحوا يعني تعليمات فأرجو أن الزملاء أو الناس جميعا أن يلزموا بيها لأن نحن نساعدهم بقدر تعلق أمر بنا ك و لذلك أنا أرجو من الناس أن تلتزم تعليمات والأستماع 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 من هوستن صحة والسلامة للجميع وإن شاء الله هي مسألة وقت عام تفاعل بالنهاية هو فيروس و يعني قريبا إن شاء الله حيلاقوا لعلاج ويلاقوا لباكسين نصيحة أخيرة الأشخاص اللي يعتقدون أن عندهم أعراض هذا المرض قبل أن يذهبوا إلى العيادة أو أي مكان سفيد هون اتصلوا حتى يكونوا مستعدين لكم ويعطوكم الماسك أو غيره لنمنع انتشار المرض بالدوائر الطبية شكرا طبعا رح أوجه الكلام الكلوز رح يصير ويا زميلي الدكتور زيد هنا حاليا ما نعرف إذا تكون حلقة أخرى أو لا إن شاء الله تكون حلقة ناجحة ومهمة كأورنس اللي هي توعية أيضا رح نخلي موارد أو خدمات ونصاحح عن طريق المجمع العراق عن طريق الجماعية العراقية بالعربي بالإنجليزي على موض اللي خارج أمريكا أو بداخلها يكون فرصة إلى يعني مشاهدة الشغلات اللي رح نخليها أيضا أحب أنوه مثل ما قال دكتور علي العامري الجلسة اليوم هي جلسة طبعية يعني نحن نحاول نمثل ونحاول أنه نمثل النقطة المهمة الحالية اللي تواجه المجتمع اللي هو فيروس كورونا ما في يعني يوجد لدينا هدف أنه نساعد الكثيرين عبر الصفحات وأيضا ننطن الصائح أنا من جانبي شكرا جزيلا جميع المتابعين رح أوجه الكلام أيضا إلى زميلي الدكتور زيد إذا أحد عندي أي سؤال على الحلقة هاية أو يعني ممكن أحد الأصدقاء اللي رأي يسأل وما بدأ يسأل فممكن تجزون مسج على صفحة الجمعية العراقية الأمريكية في يوستن وإن شاء الله نحاول نتصل بالدكاترا ونجاوب أحب أشكر الجميع طبعا دكاترا على توفيرهم وقتهم اليوم اليوم يوم أحد وتعرفون اليوم عطلة فنشكرهم على جيدهم بالنهاية أنا بس أحكي على موضوع مهم جدا اللي هو الحالة النفسية أتمنى من الكل أنه شوية تنرفع الحالة النفسية لأن نشوف أكو إحباط يعني عالمي وأكو سترس كل جواية بين الناس فريد الناس كلها أنه يتقلل شوية من هذا السترس تكون أكتر يعني ويبعضها مساردة ويقللون طلعاتهم هاي الفترة أي تجمعات ممكن تأدي إلى أنه واحد ينصاب المرض نحاول نأجلها الأعراس المناسبات الحفلات كل هاي الأمور لحد ما إن شاء الله يطلع الفاكسين والدكادرة مثل ما شفتوا الكل تنبعين أنه اللقاح رح يكون قريبا إن شاء الله بس يحتاج وقت فنشكر الجميع نشكر طبعا صبحة المجمع العراقي في أمريكا وكندا على استضافته وعلى وقته ونشكر شكرا جزيلا لكم